اليوم بس بدنا ننتقل نقل سريعة الى الشمال الى شمال فلسطين الى جنوب لبنان الحبيب ليش بدنا ننتقل لانه هاي الصواريخ العشرة اللي ضربت اليوم مدينة صفد في الجليل هذا مؤشر مهم جدا ومفاجأة خطيرة جدا يعني لأول مرة في تقديري منذ بداية اللي هي طوفان الاخصى يعني يستخدم حزب الله صواريخ دقيقة جدا ويطلق هذه الصواريخ العشرة على اهداف عسكرية وقواعد عسكرية اسرائيلية يعني لو بده يقصف تجمعات مدنية او يقتل اسرائيليين يعني لكان القتلى بالعشرات والجرحة لكن حزب الله اللي اطلق هذه الصواريخ الدقيقة وانا مؤكد على كلمة الدقيقة انه ضربت قواعد عسكرية وفشلت اللي هي القبب الحديدية في اعتراضها او اعتراض معظمها وصلت الى اهدافها فيه طبعا سيدة قتلت وسبع جنود اصيبوا هذا حسب البيانة الاسرائيلية ممكن يكون العدد اكبر لكن هذا بميز طبعا السيدة مجندة مش يعني سيدة مدنية زي اخواتنا وامهاتنا وجداتنا في قطاع غزلة هالي بوري قديش اخلاق المقاومة مرتفعة واخلاق يعني غير غير ليس لها مثيل عند الاسرائيليين اللي بغطوا المدنيين حتى يشوفوا مين اللي هو الجيش الاخلاقي ومين المنظمات الاخلاقية ومين اللي برتكبوا الحرب الابادة ضد المدنيين في قطاع غزة وغير قطاع غزة وفي لبنان قبلها وفي الضاحية الجنوبية هذا هو الفرق يعني لو ارادت يعني اراد حزب الله ان يقتل مدنيين اسرائيليين ومستوطنين كان يعني كان العدد يعني لا يحصى لكن فيه اخلاق هنا فيه هنا هنا اللي احنا احنا بنطبق اللي هي قوانين الحروب اخلاقيات الحروب انه ما بيقتل مدنيين هم بيقتلوا مدنيين طيب السؤال هو يعني ايش يعني هذا القصف الصاروخي بالصواريخ الدقيقة اللي صفد اولا انه صفد على بعد 21 كيلو متر من جنوب لبنان هذا يعني بانه هاي الصواريخ انه اصابت اهدافها بدقة وللمرة الاولى بتصل الى هذا البعد يعني كانت زمان الصواريخ اللي استخدمها حزب الله منذ بداية حرب غزة لبدة 5-5 كيلو 7 كيلو مترات على الاكثر وبعدين كمان على يعني اهداف عسكرية يعني مش استراتيجية زي صفد يعني هاي صفد مدينة هذه المدينة لا تقل اهمية عن حيفا وعن يافا وعن تل ابيب يعني لها مكانة او عن الزود مثلا لها مكانة مهمة انك انت توصل لصفد هذا يعني تهديد خطير جدا واستراتيجي وصفد يعني طبعا هي صفد مدينة الرئيس محمود عباس ان شاء الله ما يزعل على قصفها يعني هي عزيزة عليه انا متأكد انها عزيزة لأي حال فهذا تطور خطير جدا هذا ايش بعكس اولا انه حزب الله قرر التصعيد نوعيا وكميا واستراتيجيا على الجرائم في قطاع غزة وكمان انه توقيت هذا الهجوب وتوقيته الآن ثانيا يعني بانه بقولهم طيب انه والله اذا انتم اختحنتم رفح هيكون في تصعيد اكبر للصواريخ هذه قراءتي ارى يعني حتى الان يعني حزب الله لم يتبنى هذه العملية رسميا لكن طبعا اسرائيل انه عارفت من وين طلعت الصواريخ انه قالت انه هاي صواريخ حزب الله فالامر الاخر انه يعني حزب الله لا يخشى ولا يخاف من اي عدوان اسرائيلي وعنده قناعة انه اسرائيل اجبد من انها تعتدي على لبنان الامر الاخر طبعا تبعت خطابه الاخير يعني اللي هو كان يوم الاربعاء زي ما تبعت كل خطابات السابق قال امور مهمة جدا يعني من الامور المهمة اللي حكاها انه والله اذا اعتديتوا على لبنان اذا اعتديتوا على لبنان مش يعني هيكون عندكم مليون نازح من الجريب مش ميت الف زي ما هم موجودين احنا بنوسعها نوسع ابوها كمان فهذه كانت لهجة قوية جدا وهذا تصعيد من قبل حزب الله وانا تقديري رسالة للإسرائيليين انه انتم لازم اتوقفوا اي اختحان لمدينة رفح واي مجازر احنا سنتصدى لها الامر الاخر كمان اللي هو بالنسبة لهذه المسألة المهمة بالنسبة لحزب الله انه انه طالما انتم عدوانكم مستمر في قطاع غزة لن نوقف هجماتنا من جنوب لبنان وهذه الهجمات وهذا التصدي للعدو الاسرائيلي هو مصلحة وطنية لبنانية قبل ان تكون مصلحة فلسطينية نعني احنا بندافع عن بلد طيب السؤال الان كيف بدى يكون الرد الاسرائيلي اسرائيلي طبعا مرتبكة عملوا رد هاجموا قرى لبنانية جنوبية يعني في حوالي اربع شهداء سقطوا منهم بنتين او طفلتين صغار يعني هذا هو عدو يعني عدو لا انساني ومجرب ويعني خطير جدا ما عندوش قيم على الاطلاق شوف قتلوا اللي هم ابرياء في جنوب لبنان فهاي يعني بني جانس اللي هو وزير المسؤول على الملف الحربي في حكومة الحرب الاسرائيلية قال بانه انه احنا يعني سنرد على صواريخ حزب الله هذه باسرع وقت ممكن وبشكل ضخم يعني بيهدد ايش بالضخم هذا كيف بدي يكون انتقام قوي واقوى من الانتقامات السابقة ما حدش بعرض لكن يعني هذا التهديد للحكومة اللبنانية قال انه احنا لا مش بس بدنا نهدد او بدنا نضرب حزب الله احنا بدنا نضرب الحكومة اللي سمحت لصواريخ حزب الله ان تنطلق من الاراضي اللبناني هذا يوحي بانه بدي يستهدف ربما يعني اهداف في العمق اللبناني الله يعلم ايش بدي يضرب بيروت بدي يضرب مطارات لكن هتكون يعني الرد عليه هيكون ساحقا لانه يعني يعني بدي يضرب مطار بيروت سيضرب مطار تل ابيب يعني طبعا هو في سيف القدس معركة سيف القدس دربت حماس والجهاد الاسلامي مطار بنغوريون او مطار اللد وسكرته لبدة 11 يوم ما طلعت منه طيارة ولا نزلت فيه طيارة طب كيف بدي يكون رد حزب الله ورد فصائل المقاومة في هذه الحالة والان احنا شاهدنا وحدة حال شاهدنا تضامن كبير يعني حركة امل دخلت المعركة وقدمت شهداء جبا إلى جنب مع حزب الله ومع كتاب الرضوان ومع هذا الامور بتتطور هل امريكا ستسمح لاسرائيل انها توسع الحرب وتعتدي على لبنان طب هم الامريكان هم اللي كانوا يحذروا من هذه الحرب يعني فتهديد السيد حسن نصر الله كان واضحا اذا شنيتوا حرب علينا على طول في دقاء في ساعات سيكون عندكم مليون نازع يعني ما معنى كل الخليل كل الجليل كله هيكون فاضي من المستوطيني ويمكن كمان حتى انه اللي يملأ الفراغ هذا هم الفلسطينيون في لبنان في مخيمات لبنان لانه يرجعوا على بلدهم ويتم تحرير الشمال الفلسطيني هذه هي المعركة الحقيقية انا شفت فيه ثقة وثقة وتهديد واضح وثقة بالنفس وثقة بالقدرة على الرد والقدرة على الإيذاء والوجع إحداث أكبر قدر ممكن من الألم في صفوف الإسرائيليين فهي مسألة كثير 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 مهمة أنا حبيت أتوقف عندها يعني لأنها إذا توسعت هذه الحرب هذه نهاية إسرائيل حقيقة ستكون نهاية إسرائيل وإحنا كمان نشكر أهلنا في الجنوب الجنوب اللبناني ونتعاطف معهم لأنهم هم اللي بيتلقوا هاي الضربات الإسرائيلية بين الحين والآخر الأمر آخر بدي أحكي عنه بس بشكل سريع عن الجنوب اللي هو في رفح يا أخواننا الأشقاء في رفح أهلنا في رفح أهلكم في رفح بيموتوا من الجوع ما فيش أكل بيش قادرين يقفوا على رجلهم من الجوع وأنا ابن رفح وبحكي معهم يعني لما يكون في حقيقة الوضع سيء جدا 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 لأمتى بدي يستمر هذا الوضع كيف سكتين على هاي المجاعة كيف سكتين على هذا الإعدام الإسرائيلي بالجوع لأهلكم في قطاع غزة وفي رفح مليون وأربعمائة ألف موجودين الناس هوك بعض يعني مأساة بكل معنى الكلمة والله عار على العرب والله عار على المسلمين والله عار على البشرية كلها أنه ناس تموت من الجوع ما لهم ذنب على الإطلاق كل طلبهم أنه يعني يحصلوا على حقوقهم حقوقهم المشروعة